إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدلك وكنت عندي محمودة أهلا أهلا النهاردة بقى معينا مشتريات الأسبوع الثاني من ميزانية السبعمائة جنيه من 3 ل 4 أفراد تعالوا نشوفه بقى اشترينا النهاردة خلونا كده ندعي بالبركة في رزقنا ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم واتعالوا نبدأ بقى ونشوف أول حاجة جبتها ربع كيلو من دقيق بخمسة جنيه دي ده هنستخدمه طبعا في السمج هنقلي بي السمج وكمان هناخد منه كده معلقتين ثلاثة هنحطها في الماكرون الويت سوس جبت 8 كيلو فول ما تشوش بخمسة جنيه ربع كيلو فول لتدميس بـ 11 جنيه طبعا الأسبوع اللي فات جبت نص بس كان كتير على الأسبوع فجبت ربع المرة دي جبت ربع كيلو عدس أصغر بـ 13 جنيه ونص وجبت 2 كيلو رز بـ 50 جنيه الكيلو بـ 25 جنيه وجبت بوهرات بـ 20 جنيه زي ما احنا متعودين جبت فلفل وكمون وكركم وبوهرات سمك جبت كمان كيس ملح بـ 3 جنيه مرأة عدد مرأة بـ 14 جنيه جبت كمان نوعين مكارونا مكارونا خرز ومكارونا ألم نص ونص كل نص بـ 12 جنيه جبت إزازة زيت دي جبتها بـ 45 جنيه جبت عيش كمان بـ 30 جنيه وجبت كيلو ونص لبن بـ 48 جنيه لبن عادي وجبت خمس بـ 27 جنيه ونص وجبت كمان المرأة دي بدل جبنة الأريش جبت لانشون وجبنة فلمانك الطبق ده عامل 31 جنيه دوت فيه حوالي 6 شرايح وبرضه لانشون البيف دوت فيه تقريبا برضه 6 شرايح حوالي كعني بـ 15 جنيه تمام؟ قلت بقى أغير الأسبوع ده بدل جبنة الأريش بعد كده جبت ربع كيلو بدنجان اللي هو العروس بـ 2 جنيه ونص وجبت ربع فلفل رومي بـ 2 جنيه ونص برضه وجبت كيلو بصل بـ 6 جنيه ونص وجبت كيلو ونص طماطم معجبتنيش خالص بصراحة الطماطم كلها كانت كده في السوق بس جبت في الآخر كيلو بـ 12 جنيه تقريبا فجبت الكيلو ونص بـ 18 جنيه وجبت كيلو ونص بطاطس بـ 26 وربع كان الكيلو تقريبا عامل 17 ونص جبت نص كيلو كوزة بـ 15 ربع كيلو جزر بـ 5 وكمان جبت بقى 5 حزم جرجير بـ 10 جنيه انتم عارفين الجرجير ده شيء أساسي جبت كمان حزمة بقدونس بـ 2 جنيه طبعا أنا مكسوفة أقول عليها حزمة يعني بصراحة عدين بـ 2 جنيه جبت ربطة الملوخية دي حوالي أكتر من نص كده بشوية بـ 4 جنيه استمتع على 2 أخذت ربع للأسبوع ده يعني هاخدها للأسبوع ده والربع التاني هشيله في الفريزر لطبخة تانية فيعتبر كده الربع بـ 2 جنيه جبت كمان سمك في ليه الكيس ده بـ 140 جنيه طبعا زي ما قلت لكم تقداري تجيبي السمك اللي انت عايزين مهمة في حدود الـ 140 ما تزديش عن كده سمك واقبلت سمك ماكريل لأي حاجة ده وزنه كيلو صافي فجبته كده الاسبوع ده وكمان جبت نص كيلو من الكبد والأوانس نص كيلو عامل 42.5 طبعا ده لسه هنظفه بقى ما بشلهوش كده بقى نظف كل ده وبشيله بعد كده جبت نص كيلو من السمنة بـ 50 جنيه جبت كمان ربع كيلو من السكر بـ 8.5 ما عندنا الشربات ولا عندنا اي حاجة الاسبوع ده فجبت ربع كيلو بس من السكر وجبت كمان باكو شاي بـ 9.5 وبدل حلو بقى الاسبوع ده هنجيب فاكهة هنجيبت كيلو من المنجة طبعا في بـ 25 في بـ 30 دي انا جبتها بعشرين لفت في السوق شوية ولقيتها بعشرين هي طرية شوية بس طبعا حلو جدا وبصوا ما فيهاش اي حاجة حلوة جدا وزي الفل هي بس طرية شوية عن الغالية يعني وبكده نكون جبنا مشتريات الاسبوع التاني من ميزانية 700 جنيه من 3 لأربع افراد اكل بس وطبعا فيه 3 حاجات ما جبناهاش في الاسبوع ده التوم لان احنا حطالكم فيه الميزانية الاسبوع اللي فات ربع كيلو توم طبعا هيقعد منه انا عن نفسي ما بجيبش توم لاني بجيبه في الموسم بتاعه بجيبه متفرز بجيب حوالي 10 كيلو كده مفرومين وبفرزهم بس انا طبعا حطاه لكم في الميزانية فجبنا ربع كيلو الاسبوع اللي فات فطبعا الاسبوع ده مش هنجيب توم الخل طبعا الاسبوع اللي فات قلتلكم ان الازازة دي بتقعد حوالي من 3 اسابيع لشهر فما جبناش خل وكمان اللمون جبنا الاسبوع اللي فات ربع كيلو لمون طبعا قاعد للاسبوع اللي ده انا بس بقول لكم على ال 3 حاجات دي عشان نبقى داخل معانا لأول مرة يبقى عارف ان هو لو ما عندوش 3 حاجات دي هيزودهم على الميزانية هو زي ما انتو شايفين حطا لكم المشتريات بالاسعار كلها سكرينشوت اشوفكم على خير